الحكومة الفرنسية تعيد فرض قيودٍ على المسافرين من وإلى بريطانيا اعتباراً من السبت المقبل يتوجب لغير الملاقحين تقديم سببٍ مقنعٍ للذهاب إلى المملكة المتحدة أو القدوم منها ويجب على المسافرين بما في ذلك الذين تم تطعيمهم تقديم اختبارٍ يثبت عدم إصابتهم بالفيروس قبل أقل من 24 ساعة الناطق باسم الحكومة الفرنسية جابريالاتال قال لوسائل إعلامٍ محليةٍ إن الهدف من هذه المراقبة الأكثر صرامةً هو إبطال وصول إصاباتٍ بمتحور أوميكرون إلى الأراضي الفرنسية بينما يتم التطعيم بجرعاتٍ معززة وأضاف أطال أنه تم اكتشاف 240 إصابةً بأوميكرون في فرنسا فيما أعلنت بريطانيا التي تواجه تفشياً للمتحور الأربعاء تسجيل 78 ألف إصابةٍ خلال 24 ساعةً في رقمٍ غير مسبوقٍ منذ بدء الوباء في 2020